في اللقاء الأخير قبل الصفر للمملكة العربية السعودية استعدادا لكأس العالم للأندية تعادل الأهلي في الجولة الثالثة مع شباب بلوزدادة تعادل سلبي في دور أبطال إفريقيا بالتالي بالتأكيد الكل هيكون في انتظار مباراة الأهلي في افتتاحية كأس العالم يوم الجمعة المقبل مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي نيوزلندي جماهر النادي الأهلي بالتأكيد لا حديث سيعلو على مباراة كأس العالم وفي نفس التوقيت الكلام سيكون أكتر على المباراة الأفريقية فيما بعد حالة النهاردة من بنامج في كتفك يا أهلي عبر يلا كورا وجي لسي سبورتس بالتأكيد هنتكلم على لقاء بلوزداد السفر إلى كأس العالم موجهد بنسبة كبيرة اتحاد جدة السعودي في البداية برحب بالتأكيد بزميلة وصديق العزيزة كريم سعيد كريم مساء الفل مساء الفل محمد مساء الفل كل من تابعي في كتفك يا أهلي على يلا كورا وجي لسي سبورتس أكيد خلينا يكون صرحة في الوقت الأخير ربما يكون فيه حالة من عدم الاطمقنان عدم الرضا من جماهير أغلبية جماهينة الأهلي اتجاه نتائج الفريق أسوأ الأفريقية أو حتى المحلية أنا بشوف وجهة نظر يعني الوقت الحالي بداية من من مهاردة أو حتى بكرة يعني مع بداية مطش اتحاد جده ويأوكلند يوم الثلاثة وهي أمانها مباراة بشكل كبير تحصيل حاصل أو استعداد جيد لاتحاد جده لمباراة الأهلي يعني في ظل طبعا القايمة الحالية لاتحاد جده أشك بصورة طبعا الأكيد كيفية مفاجئات لكن أشك أشك أن أوكلند يقدر يعمل مفاجأة قدام الأسماء اللي هينزل يلعب هلوم الثلاثة أشوف مهمة أو يا محمد غلق كل الملفات المحلية والأفريقية أو الحديث عنها في الوقت الحالي ليه؟ اختبارات المباريات اللي هي ما بين كاراتين مختلفتين جديدة يعني انت بتلعب اتحاد جده انت هتلعب اتحاد جده بأسلوب مختلف خالص بستايل مختلف خالص مختلف تماما حتى على مباراة أي مباراة تعتفقات الأخيز سواء مع شاب الوزداد أو سواء مع يانجي أفريكنز أو سواء حتى مباراة المحلية العبنة للأهلي خلينا ندي مثال بسيط أهو دلوقتي أهو إن بايمن كنا بنقول إن في الوقت اللي الفالي بعمل فيه نتائج سلبية الميديا والإعلام ما كانوش بيوقفوا مع الفريق أو كان فيه كلام سلبي أو كلام فيه نقض كتير أنا بقول لك هو النهاردة إحنا لأ لازم فعلا نتعم مع ملف مونديال الأندية ده بشكل مختلف نفصله عن أفريقيا ونفصله عن الدول وربما إحنا كنا قولنا دايما إن مجموعة الأهلي في أفريقيا السنة دي كويسة إنها هادية مجموعة ما فهاش مشاكل اللي يأكد ده إن رغم نتائج السلبية النتائج كلها بتإيه مساعداتك إيه إيه إنت إنت كنت تكسبت شاب الوزداد كان الموضوع خلاص بقى إيه بقى بعيد 7-4 يعني كان فرق 3 نقاط ومن 3 مبارا ده في المنافس لكن كمان كحلة معنوية الدنيا تبقى أحسن لكن وما زال إنت حتى مع نتائج السلبية إنت متصدر يعني حتى مع نتائج السلبية إنت بتحقق تعدلين في ماتشين إنت كنت لقى رفهم للانتصار يعني سواء في تنزانيا أو في ماتش برج العرب الأخير إنت للقالي بصراحة بيضيع كمية فرص ضمن مرمى غريبة غريبة فعلاً بس أنا ما زلت مؤمن تماماً إن إحنا محتاجين الملفات دي يتقفل كل أمان ونتعامل مع مباراة تحت جده يعني اللي هو إيه خلاص يا جماعة ننسى اللي فات عايزين نركز في ده دي نقطة مهمة محمد البطولة دي واحدة من الأهداف اللي النادي الأهلي مركز عليها بقى له فترة وربما ربما ربما البطولة دي في وجهة نظري هتبقى من القياس لحاجات كتيرة هناخد تبعاتها لغاية نهاية الموسيقى لحية الموسيقى أه طبعاً طبعاً طيب أكتر حاجة كمحلل مش قولك كواحد محب بها السلام لا أكتر حاجة كمحلل اللي إليك قبل مباراة تحت جده اللي إليه قبل مباراة تحت جده فعلياً أكتر مشكلة في الأهلي دلوقتي هي ضغط الأهداف ضغط الأهداف خلي باقينا في نقل لا وتوقيتاتها أنت ماتش يانجي أفريكنز الشوط الأول عندك في فرصة تحنين الشاحات تحرزها تجبر يانجي أفريكنز لأكثر من ستين أو سبعين دقيقة أن يلعب أوبين جيم معاك ده معناه إيه أن حتى إيفن لو هو قدر يلجع في النتيجة ويتعادل معاك زي ما هو عمل أنت معاك وقت بعد كده تقدر تجيب على فكرة نقطة تقسيم ماتش ده يا محمد ده نقطة خطيرة جداً وكان نجري دايما نتكلم عنه زمان تقسيم مباراة دي وإن أنت تقدر إزاي النهاردة خصوص على ماتش الخارجية أن أنت لتضرب المنفس بتاعك بدلي فإن تقيله خطته لتضربه في وقت قاتل وتقف أنت أوكيد رابط يانجل أفريكان في وقت قاتل جون في ديئة 85 بس أنت لما جيبت الجون إديت الإحساس للناس كلها لما ماتش خالص أنت على فكرة أه أنت جيبت الجون متأخر بس ما جيبتوش في بلاس ناينتي أنت جيبته في 85 يعني كان لسه باقي خمس دقيق ولسه كمان باقي بوقت بدل الضاية نقصد أن الحاجات اللي الأهلي عودنا عليها ما بقتش موجودة للاسه من إمتى الأهلي كان بيجيب هدف في ديئة 85 أو 60 أو 80 ويخش في هدف في ربضا ده مفروض أصل هدف ده بيحبط وأنت كمان بتقصب يعني عليش بتاريخك الأهلي لأ والأهلي أهلي لما يركز في الدفاع أنا لما يركز في الدفاع الأصل الأهلي بطبعه فديه هجومي فمصدي الأهلي بطبعه فديه هجومي عن نظر التاريخ أي نسخة للأهلي هي نسخة هجومية دي عقلية النادي طيب لما يركز لما يقول لي خلاص اوكي أنا جبت الهدف بتاعي نقص نسبت وقص نسبت ماينفعشي النهاردة هدف يخش فيه بعد من المهاجم رقص ثلاث لعيبة واحد على ثلاثة رقصهم وقدر يقطع لعمق الملعب ويشور ماينفعش ده 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 الأمر اللي هو لقب التاريخي بس طينا زي ما بقولك في حاجات آه فيه 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 سلبيات عايز اقول حاجة اللي مهمة قوي اللي مخلي السلبيات دي تظهر قوي 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 النتايج لنعافيك قال لي بيعب كويس قال لي فيه جمل بتتلعب في المباريات حلوة اصلا اهدار الفرص ما انك بتلعب اه طبعا انت لو مش بتلعب مش هبقى فيه فرص اصلا يعني عايز بنوضع فيه برد دي نتكلم عليها الناس فيه ناس تلعب بتشبه الفترة دي بالفترة بتاع بيتسو موسيماني لما كان بيتعادل فيه الدوري الفترة اللي هي اللي هي قدت اه قدت اه قدت رحيله قبل قبل مانش الزماكة اتنين اتنين قد اتفق في النتايج اه يعني النتايج متوشبه انت بتتعادل في الدوري مع الجونة واسموحها ساعتها كان ساعتها هو تعادل مع السلمية كيلو باترا وقسر من مصري واتعادل مع الجيش لو تفتكر التاب مباراة الساقيين بلوقات العاملة ولا بعض دول الموسيماني لكن الاداء لا مش مزي بحط لا لا اهلي بيلعب كرة دلوقتي فيه كرة حلوة بس قزمتها ان انت حلطيت نفسك عطول تحت الضغط بسبب تأخرت هدف التقدم انت شو كلها تحت الضغط ينجا افريكانز انت بتتفرج عن مطش تحت الضغط حتى شو التاني كل الناس كانت مبسوطة شو التاني شو التاني الناس كلها مبسوطة فعلا بس انت بتاعب تحت الضغط انك عايز ايه عايز تكسب لما جبت الهدف انت برضو بتحت الضغط عايز تحافظ عليه شاب الوزداد دخلت المطش انت مضغوط بس لانك متعادل مطش يانجا افريكانز مطش سموحة انت بتلعب انت مضغوط مطش الجول انت بتلعب انت انت مطش روية بلوقتي بتعمل ايه قزمتها بتلعب بتحت الضغط طب تخيل كده محمد اول ما بتلعب مطش اول نفس الساعة هدفين شكرا خلاص هتلعب بريحية والمدارة بيعرف اعمل الروتيشن الدنيا تفوق معاك انت نفسك كمان خلانك كمان بصراحة اللعبة الحالية ربما ما قدروش يستحملوا الضغط ده كل على فكرة ممناسبة الضغط هاطرح حاجة كنت اتكلمت فيها مع مسؤول مسؤول بارز في الاهل في الجزئية دي لما تدي اجازة ثلاثة اسابيع وتعمل فترة اعداد قالت ثلاثة اسابيع الاجازة لازم عمل قدامة فترة اعداد مش اقل من شهر واسبوع مش اقل من كده انت عملت فترة اعداد عشر تيام وراحت لعبت السوبر مع كده دخلت على الدور الافريقي مع كده لعبت دور ابطال الافريقية فترة الاعداد شايفة هي السبب في كل المشاهد اللي احنا شايفين ممكن لان المود ده كتقصيارة جدا ممكن طبع ممكن ممكن وكمان خالي بدك بصراحة عشان اكون صريح جدا احنا قلنا السنة دي النادي الاهلي ادخل عدد من اللاعبين الجدد على الفريق مين هم؟ هيدو هيدو ليل المام عشور ريدا سليم مودست في حال تاني؟ لا اكتر اتنين ادوك يعني امتياز ودوك ميزة مام عشور وريدا سليم مدات الموسع حتى مع خسارتك لماتش اتحاد العاصمة في السوبر ال اتنين دولة بتفتكلك ابرز اتنين في الملاب او حاطة رشوط تاني تمام؟ تاني مع الجانب حاجات تانية ان فيه مشاكل في التاكتكس وفيه اختلاف في التاكتكس وفيه اختلاف في عقلية الفريق ده بتلعبها في حال كتيره خرب الفريق مين؟ يعني انت خرجت الحمد فاتحي ودخلت امام عشور خرجت الشريف نعم وخرجت الشريف ودخلت مودست لكن يبقى في وجهة نظر ان ريدا سليم واحد من الاوراق اللي كانت يعني حاسمة في الخط الامام الجنة الاهلي السنة دي والده لامسة مختلفة يا محمد كل امام واحنا كلنا متابعين من المجموعة بتاعة الاجنحة في الاهلي ريدا سليم مختلف الوحيد اللي بيلعب في التلات مراكز جناح يمين صادع لعب في العمق وجناح ايصر ربما ما كان واحد ما بيلعبش فيه المهاجم الصادع بيلعبش في القلب اكتر طبعا بس بيلعب صادع لعب فيش مشكلة لغاية ريدا سليم وتفتكر انا بقولها او 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 ونتكلم عالكلام ده كمان بعد الماتش ريدا سليم لغاية ماتش سنداونز اللي هو القياب السيمي فاينل الدول الافريقية الجديد من بعدها هتحس ان الاهلي في الحتة دي فقط شيء لان انت النهار العنصر الجديد اللي دخلك اداك لمسة مختلفة منذ غياب ريدا سليم اللمسة دي حتى سواء كان بيقعدوا احتياطي او بيبدأ كان له ما بينزق له بصمة ريدا سليم وفي الملعب له بصمة وانت كنت عايز حاجة جديدة انه اوكي انت سليم فاتب بيرسي تاوي حسين شحيات عاملوا معاك موسم امتياز كلنا عشد نبيهم بصراحة بس ما انت زي برضو ما بتذكر منافسين منافسين بيذكروك وزي ما انت بتدرس خطاتهم واتكتب سليم برضو بيدرسوك اكتر حاجة انا بقول لك اوفتكر عامل ازمة في الاهل السنة دي ان كل الدم الجديد اللي دخل الاهل دلوقتي ريدا سليم مصاب هيرجع في يناير مودست احنا في اختلاف كس العلم اعتقد هي النقطة الاخيرة وامام ما زال بيحاول ان هو يعني ايه يسترجع مستواما قبل الاصابة الاخيرة الاصابة الاخيرة برضو والله احنا قصت عليه ما بعد ده معناه ايه ده معناه ان انت لسه مكمل بالدم بتاع سان فايد طب ما قدامك سان فايد خرج منه اتنين حمدي ومحمد شريف ومحمد شريف بكل امانة كان مساعد لكهرباء عشان ما بخس حق كهرباء لان محمد شريف قول ليه كان اساسي قبل ما كهرباء يرجع من الاقاف وجي كهرباء فوق الناس كلها حتى فوق محمد شريف نفسه من منافسه ماشي فده معناه ايه هو ده الوضع احنا منحلل الوضع اللي احنا فيه الوقت بس خروق حمدي فتح على فكرة اثرك في نقطة مهمة جدا الناس مش واخدة بالها ان اللي كان بيساهم في احراز الاهداف حمدي بيكمل قفل في الراسيات الوحيد اللي كان من نص الملعب بيكمل في ال 18 ودي نقطة امام مش هعملها امام قصير الولد ينجي بيعملها مش بتاعته ولا السلية حتى السلية قريدي مش هو عمر برضو من خمس سنة بالزبط والقصام اصر اللي انت قلت نقطة دي نقطة مهمة اوي حمدي فتح تتكملته كمهاجم تاني مع راس الحربة محاد شاف عملها دلوقتي في الاهل لان مام عشور بديلو قصير وديانجا اصلا وماركز ست اصلا هو ماركز ست اصلا فاحنا دلوقتي الاهلي بيلعب بفوجة نظر دي بنفس ببواء الموسم اللي فات يعني انت كي ما استفدتش من كل الاسمان تدخلتها في الصيف في حين لو انت بصيت على اول الموسم ده لما امام ورضا كانوا بيلعبوا كان الشكل مختلف احسن وبصراحة في المراعب كان مختلف ما زلت مؤمن ان النادي الاهلي عنده من تاريخه ومن عقلية النادي ومن طبيعة النادي ده ومن طبيعة كمان جماهيره انه بيقدر في بطولة يمحي يمحي كل اللي فات كل شيء وانا بقوا بفتكر هو لو ربنا كرم ان شاء الله والنادي الاهلي تخطى باذن الله باذن الله عقبة التحاد جدا انا طبعا بقول والله انا بحترم اوكلاند سيدي جدا بس خلاني اتكلم في الاخر سانا بقول يعني ده موضوع فعلا يعني لو اوكلاند عملها بجد هتبقى واحدة من اغرب هيريحنا هيريحنا والله هيريح حاجات كتيرة هيحل مشاكل كتيرة بس اللي عايز اقوله ان ان شاء الله باذن الله باذن الله لو النادي الاهلي تخطى عقبة التحاد جدا يوم الجمعة الجاية ويوم السبتة محمد عملنا استفتاء علي الله كورة وسألنا الناس كنت تكسب الدول الافريقي ولا تكسب التحاد جدا في دور التمانية في المونديال وتطلع سيمي فاينال تلعب في الومنيزي هيريحنا خلعب سيمي فاينال مونديال طيب الاهلي هيسافر الاثنين واول تدريب ليه هناك في السعودية يوم الثلاثة وفي نفس اليوم الجهاز الفني للاهلي هيحضر مباراة اتحاد جدا واوكلاين سيتي من الملعب وهتتضرب اربع وخميس والمطش يوم الجمعة حتى تدريب الاساسي الاهلي اختاروا انه يتضرب الساعة ستة مش في نفس توقيت المباراة ساعة تمانية في توقيت تماكة المكرمة استعداد الجهاز الفني تمانية بتسعة طريق واسع المطش يوم الجمعة 15 ديساندر تمانية بتوقيت القاهرة تسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية التوقيت اللي هيسافر فيه الجهاز الفني والمباراة اللي هيحضرها هناك جهاز فني فقط مش اللي هيحضرين هل شايف كل دي امور ممكن تسعة الجهاز الفني هو يطاق أقلم ويبدأ يخش في أتموسفير البطولة؟ بصوا اكيد طبعا الجهاز الفني بيتفرج على تحاد جدا بالصدر ومؤكيد من تابعينهم بقالهم وكان لسه بلعب في الدورة السعودية وخسر بالضبط هو متابع الفريق وعارف ان هم اتحاد جدا السنة دي عندهم كم هائل من المشاكل في ناحية الدفاعية طبعا عودة احمد حجازي يفترض ان هي تكون أضافة بس تقدرش تحكم على ده احمد حجازي ان هو لسه راجع من الاصابة واحد طبيعي ان هو بعد فترة الغيابة الطويلة دي هتلاقي ده احمد حجازي حازر جدا جدا لكن اكيد مع ده هم الرؤية من الملعب اكيد مختلفة وطبعا فكيتك تسافر اليوم الاثنين انا بشوف ان هي فترة سامحة كويس انت برضو جدولك مضغوط فتسافر الاثنين تتمرن ثلاث أربع خميس وتلعب جمعة ده اعتقده وقت كافي واحد طبعا برضو اجواء انا زي السعودية سواء كدرجة حرارة سواء كضغط اكسوجين ما عندناش نفس المشاكل ينواجهها في افريقيا مثلا من روح بريتوريا والحالة لما روحنا تانزانيا والرطوبة هناك كانت حاجة كل الراجعين من تانزانيا بيقولولي يا رطوبة هناك يا كريم لا محادش محادش استحنا انت تفاجعت فيديونا مش شايف انت بتتفارق بس لكن في الملعب لا تتخيل احنا مدرش بعد خمسين ستين دقيقة جسمك والرأتك مدرش تستحق يعني الاكسوجين فعنا بيقل وده بيقصف الاداء ايا كان كل ظروف وجهة نظري يعني المحيطة بالمباراة كويسة انت بس فكرة كيف ستتعامل مع فريق فعلا مع اوراق عالمية تتكلم في كانتي وكريم بنزيمة خلاص اكيد راجع كريم بنزيمة اكيد هو طبعا غاب مطش دمك الاخير بس تأكد خلاص من يوم في المية ان كريم بنزيمة هيكون موجود في مباراة اوكلند يوم التلات وبالتالي خلاص يبا هو تتأكد مشاركته في مطش يوم الجمعة ان شاء الله قدام الاهل بعد هم يكسبوا اوكلند فهي الفكرة ببساطة كيفية التعامل مع هذا الفريق وازاي فعلا 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 ان انت تحاول تغلطهم اكتر ما انت بتحاول انت تجيد عليهم انا فوجة نظري الاسلوب الامس انك تحاول تغلطهم ملعبش معهم استحواز اكيد اكيد انت محتاج ان انت تغلطهم محتاج ان انت اعرف احنا محتاجين نعم مع التحاد جدة اللي الانديل افريقيا بتعملو معنا تستنات انت ما يفعش مش تبادر المبادرة فوجة نظري هيبقى فيها مخاطر يعني انت بتتكلم مع نوعية لعيبة عن داخل نسبة او اكيد عنهم نسبة خطأ بس يوم فيما نسبة خطأهم اقلب كتير منك اكيد 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 كريم بن زيمة جيله مثلا اربع فرص محققة في المباراة هيجيب تلاتة ما جابش الاربع كاملين فاهمني مقطة مهمة ازاي انت النهاردة تحاول على قد ما تقدر ان انت تقرأ التحاد جدة بشكل كويس وتتعامل معهم اكيد ان شاء الله كريم انا بشكرك وبإذن الله تكون حلقة كده تفاول على مباراة التحجات ان شاء الله شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء